هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن Value Symbol Linear Regression Model كنوع من أنواع Supervised Machine Learning اتكلمنا بالتفصيل الممل عن المعادلات الخاصة بالBeamareter اللي موجودة في Symbol Linear Regression في حالة sample level في الكورس الخاص بالإحصاء الوصفية اللي موجودة هنا في القناة وتكلمنا كمان عن Symbol Linear Regression في حالة Prov För Tunus في الجزء الخاص بالإحصاء الإستغلالية يعني اتكلمنا عن Symbol Linear Regression في حالة sample level في 3 فيديوهات موجودة في Belelist الخاصة بالإحصاء الوصفية وهسيب لكم لينكاتها تحت وتكلمنا تقريبا عن سبع فيديوهات خاصة بالSimple Linear Regression في حالة الPopulation Level في البلاي لست الخاصة بالإحصال السدلالية وهسيب لكم لينكاتها إن شاء الله في صندوق الوصف تعالوا بقى مع بعض النهاردة نتكلم عن الSimple Linear Regression كنوع من أنواع الSupervised Machine Learning فيلا هاتك بايت الشاي بتاعك والكشكور والألم ويلا برا نبدأ فيديو النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو يا شابه في فيديو جديد مع الجهر طبعا زي ما احنا عرفنا قبل كده من خلال الفيديوهات اللي احنا شفناها في الإحصال الوصفية والإحصال السدلالية الخاصة بالSimple Linear Regression إن Simple Regression Model هي عبارة عن إن عندي لكل حالة أو لكل كيس عندي لها Input وأوبط فأنا بعد كده هاخد الداتا دي اللي هي عبارة عن معلومات عن Input والأوبط لكل حالة هروح هرسم لها Scatter Blot بعد كده هروح هابني مودل وهعمل له Training من خلال ال Data Set اللي موجودة عندي دي واللي هنسميها على مدار الكورس بتاعنا هي اسمها Training Set بعد كده بقى نسيب المودل بتاعنا يتدرب أو يتعمل له Training عشان يطلع لي بأفضل خط مستقيم يعمل لي أفضل Fit للداتا وزي ما قلنا إن الداتا اللي موجودة عندنا هي عبارة عن Input X وأوبط Y والكلام ده لكل حالة أو لكل كيس إن شاء الله على مدار الكورس بتاعنا هنقول على ال Input X دي هنسميها Feature والأوبط Y اللي إحنا كنا بنسميها في كورس الإحصاء ال Response Variable هنسميه هنا هو Target يبقى إحنا عرفنا إن إحنا هنا هناخد كل ال Data Set اللي موجودة عندي بكل ما فيها من Input Feature وأوبط Target لكل حالة وإندخلها تعمل Training لل Learning Algorithm اللي موجودة عندنا بعد كده ال Supervised Learning Algorithm بينتج عنه بعد عملية Training Function معينة ال Function دي ببعض الحالات بنسميها Hypothesis لو كلمة Hypothesis أو فرضية هي بالنسبة لك غريبة وأول مرة تسمعها أنصحك بشدة إنك ترجع لكورس الإحصاء الوصفية والإحصاء الستدلالية لأن تقريبا في آخر كورس الإحصاء الوصفية اتكلمنا عنها بالتفصيل الممل وكمان أغلب كورس الإحصاء الستدلالية باختباراته المختلفة كله معتمد على Hypothesis فيريد ترجع تشوف الفيديوهات الخاصة بالإحصاء الوصفية والإحصاء الستدلالية وهتفهم إن شاء الله منهم بالتفصيل يعني كلمة Hypothesis لكن خلينا هنا في البداية في الكورس اللي احنا نتكلم عنه هنسميها Function F وهيبقى المفروضة عندك الفونكشن F دي هي دي اللي هتدخل لها القيمة الجديدة للإمبوت فيتشر إكس اللي انت متعرفش الأوبوت بتاعه ودي حالة جديدة مش موجودة عندك في الترينيج 6 ومن خلال الفونكشن دي تقدر تعمل Estimation أو Prediction لقيمة التارجت أوبوت Y والعملية دي بنسميها Estimation أو تقدير وكمان ممكن نقول عليها الPrediction أو التوقع وبيطلع منها أوبوت تارجت Y هات وهي القيمة المتوقعة حدوسها أو بمعنى صح هي القيمة المتوقعة أنها تكون أوبوت تارجت Y لقيمة الإمبوت فيتشر إكس اللي انت دخلتها وفي الماشين ليرنج برضو بنسمي الفونكشن دي هي الموديل بتاعنا وإكس بنسميه الإمبوت فيتشر اللي احنا بندخله للموديل والY هي الأوبوت تارجت اللي بيطلع عندي من الموديل لكن هنا بيبقى اسمه Y هات اللي هو الPredicted أوبوت أو ساعات بنسميها الEstimated Value للY يبقى احنا عندنا هنا Y وهي الActual Output وهي القيمة الصحيحة للY ودي اللي موجودة عندي في الترينيج 6 لكن الY هات هي الPredicted Output أو الEstimated Output ودي اللي خارجة معايا من المعادلة نتيجة إن أنا دخلت للمعادلة دي Input Feature X وممكن الPredicted Y تساوي أو لا تساوي الActual Y ممكن تساويها وممكن لا يعني مثلا في دراسة معينة هيكون عندي موديل F والموديل ده ناتج من عملية ترينيج معينة عملناها Learning Algorithm بعد ما عملنا الموديل بتاعنا نقدر بعد كده ندخله Size للHouse وناخد منه Estimated Price أو قيمة متوقعة لسعر منزل معين من خلال Size بتاعه طب دلوقتي وأنا بعمل ديزاين للLearning Algorithm اللي موجودة عندنا السؤال هنا إزاي هقدر عبر عن Function F أو بمعنى آخر إيه هي الصيغة الرياضية المناسبة اللي هستخدمها لكتابة Function F تعالوا في البداية نعتبر إن الF اللي موجودة عندنا هي عبارة عن معادلة خط مستقيم وهي أبسط شكل للRegression Algorithm عشان كده بنسميها Simple Linear Regression فالمعادلة دي هتكون بالشكل اللي قدامي ده FW وB of X بيساوي WX زائد B وده معناه إن أنا عندي Function F هي عبارة عن Function بتدخل لها Input Feature X ومن خلال قيم معينة للW والB تقدر تخرج ناتج معين للدلة اللي قدامي دي والناتج دل اللي كلنا بنسميه الPredicted Y أو الY hat وممكن اختصارا للشكل اللي قدامي ده مش أكتر من كده إن احنا نكتب F of X بدل مكتب FW وB of X لكن هي هي نفس المعادلة مفيش أي تغيير هو تبسيط للشكل مش أكتر ونقدر نرسم بعد كده training set كل قاتي المحور الأفقي هو المحور الخاص بالإمبوت X والمحور الرأسي هو المحور الخاص بالأوبوت Y وبعد كده نرسم training data أو training set بالشكل اللي قدامي ده وعاوزك تاخد بالك من حاجة إن الداتا دي هي الداتا اللي لسه الألجوريثمة هيتعلم منها هيتعملوا من خلالها training بحيث إن هو يطلع للفنكشن أو يطلع للموديل بتاعي والموديل هنا هيبقى عبارة عن خط مستقيم بيعمل أفضل فيتنج للداتا دي يبقى الموديل بتاعي أو الفنكشن بتاعتي هتبقى عبارة عن معدد خط مستقيم FW وB of X بيساوي WX زائد B وعرفنا إن احنا ممكن نكتبها بشكل مختصر على طول F of X بيساوي WX زائد B وده اللي احنا نستخدمها في استنتاج البريدكتد أوبوت أو الاستميتد أوبوت أو الواي هات وده من خلال إن أنا عندي input feature X هدخله للمعادلة وناتج المعادلة بتاعتي هيكون الواي هات طب السؤال هنا إحنا ليه برضو اخترنا إن احنا هنعمل للداتا 6 الموجودة عندي دي إننا هنعمل linear function ليه أصلا نعمل خط مستقيم في بعض الأحيان الداتا اللي موجودة عندك بيبقى أفضل إنك تعمل fit لها من خلال curve من خلال non-linear function زي الشكل اللي قدامي ده مثلا هنلاقي هنا إن الكيرف بيعمل أفضل fit أو best fit للداتا أفضل من linear function بس إحنا اخترنا في الأول كده إن إحنا نشتغل linear function لأن حسابات الخط المستقيم أسهل بكتير من حسابات الكيرف وإحنا نسه في البداية بنبدأ لسه مع بعض نعرف يعني regression هنعرف في الأول مع بعض الأساسيات على ال straight line عشان بعد كده لو احتاجت إنك تشتغل على curve بحيث المعادلة بتاعته تكون non-linear والموضوع أعقد بكتير من دلوقتي لو فهمت الأساسيات بتاعت ال straight line هتلاقي الموضوع بعد كده هيبقى أسهل بكتير يبقى إحنا هنشتغل في الأول على الدراسة اسمها linear regression اللي هي خاصة بال straight line وعشان هي أبسط صورة من صور ال regression بنسميها simple linear regression لأنها أيما عندنا على one variable ك- input x وone variable ك- output y زي مثلا لما بتتوقع ال price الخاص بhouse من خلال size بتاعه بس وسعب بنقول على الدراسة دي univariate linear regression وبكده إحنا خلصنا فيديو النهاردة إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم بالتفصيل عن cost function فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ولو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان تقدر اتتبع معنا كل جديد واشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات المachine learning والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة